اكتر لعيبة اصلا قلبهم ابيض وطيبين جدا جدا بدليل اللقطة دي اول ما تقابلوا الاتنين مع بعض كان يعني اللقطة مش محتاجة تعليق بصراحة واضح ان كل واحد فيهم طبعا حسين كان حريص اشد الحرس على انه هو لانه انا عارف حسين اكيد لام نفسه كتير اوي 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 ان على التصرف اللي هو كان عامله يعني السلام عليكم اصدقائي كنتم تكونوا بخير والاخير مرحبا بكم في قاناتكم وقانات نوية الخبر اصدقائي في هذا الفيديو سوف يشوفوا الاعلام المصري فرحان بكثرة بسبب محمد الشيبي وحسين الشحات من بعد ما كانت عندهم مشاكل كثيرة وصلوا للمحاكم الا وانهم في اخر دي الالمطف كانت جمعهم واحد صورة التذكارية وهناك القلب الكبير دي المحمد الشيبي رغم الاعدادة اللي تعرض له من حسن الشحات وفو اصدقائي الاعلام المصري اشمقال لهذا الحادثة هذه وبعد السنين من هذه المشكلة هذه هذه الصورة التذكارية وهذا الجمع اللي يجمع بينها محمد الشيبي وحسين الشحات خلال الاعلام المصري فرحان بهذه القادية اصدقائي ما اشتطور عليكم نخليكم تفرجوا في هذا الفيديو اخي ارادكم في تعليق لايك والبرتاج ونطلقوا في الخد الفيديو البداية باهم لقطة النهاردة اهم لقطة الصلح خير حسين الشحات ومحمد الشيبي نجوم النادي الاهلي وبيرامدز بعد ازمة استمرت لمدة طويلة جدا جدا كان اخطأ فيها خطأ كبير قوي حسين الشحات في تصرفه اللي حصل منه اثناء مباراة الاهلي وبيرامدز الموسم قبل الماضي وكانت عقوبة ضعيفة للامانة شديدة من الاتحاد المصري لكرة القدم لكن كانت عقوبة النادي الاهلي نفسه اقوى على حسين الشحات لانه كان يستحق هذه العقوبة طبعا اللقطة كانت شهيرة حضراتكم كلكم كنتوا عارفينها الموضوع راح للمحاكم وجلسات وازمات كبيرة ومحاولات كانت مستمرة على مدار الفترة اللي فاتت كلها للصلح مرة تقرب ومرة تبعد فالناس كتير جدا كانوا تعطفة مع الشيبي طبيعي جدا لانه هو المنظر كان للامانة صعب قوي صعب قوي ومتفقنا كلنا ان حسين الشحات كان اخطأ مية في المية لكن النهاردة في احدى حفلات توزيع الجوائز كان اه او كانت هذه اللقطة اللي حضراتكم شايفينها اللي فرحتنا كلنا لقطة فرحتنا كلنا ده عناق حار افتح يا احمد اعمل فول سكرين يعني ده عناق حار يعني فيه عارف اللي اتنين فيه اقترحاب كبير قوي 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 بخصوص فكرة التصالح شوف حفاوت المقابلة شوف الحب اللي موجودنا بينهم حتى لو كان بعد خلاف شديد حتى لو كان وصل للمحاكم يا جماعة الاتنين اللي قدام حضراتكم دول اتنين من قطيب الشخصيات اللي ممكن تقابلوهم الشيبي مشاكس اوي في الملعب الشيبي ممكن يستفزك في الملعب ككورة بعض التصرفات تصدروا منه تستفز شوية الجمهور اه ده بيحصل عادي ومش الشيبي بس في لعبة كتير جدا كده بس اكتر لعبة انت بتبقى واخد عنهم انتباع ان هم يعني اولالات الادب مثلا او شايف ان هم يعني مستفزين اوي دول بيبوا اكتر لعبة اصلا قلبهم ابيض وطيبين جدا جدا بدليل اللقطة دي اول ما تقابلوا الاتنين مع بعض كان يعني اللقطة مش محتاجة تعليق بصراحة واضح ان كل واحد فيهم طبعا حسين كان حريص اشد الحرص على ان هو لان انا عارف حسين اكيد لام نفسه كتير اوي 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 ان على التصرف اللي هو كان عامله يعني للامانة لكن اكتر واحد فرحان هو حسين الشحات بالتصالح ده مش عشان قضايا ولا حاجة لا عشان بس هو كان الموضوع مدايقه وعشان هو حاس ان هو تصرف او تصرف تصرف كان صعب جدا جدا ما يلقش باخلاق حسين وادب حسين وتربيته لكن طالما اللقطة دي حصلت وطالما المنظر كان بالشكل ده فخلاص الصلح خير القصة انتهت العلاقة هترجع احسن كمان من الاول وانا بقول لكم الاتنين دول حيبوا صحاب جدا بعد كده هو دايما ساعات في حياتك وانت في اي محطة في حياتك او في اي موضوع عليه علاقة بمشوارك على المستوى المهني على المستوى الدراسة على مستوى الزمالة في اي حاجة يعني ممكن تخش في خلافات مع بعض الشخصيات وبيبقى في البداية القصة يعني تبقاش طيق اللي قدامك ده وتبقاش عايز تتكلم معه اصلا وتحصل مشكلة كبيرة ومشكلة تضدخ ومش عافية بمجرد الصلح الرجل ده بيبقى اقرب واحد لك انا في اعتقاد الشخصي الفترة اللي جاية هتبقى العلاقة ممتازة ومتميزة ما بين حسين الشحات والشيبي فحسين طبعا اكتر واحد سعيد دي حقيقة الشيبي اكيد مبسوط دلوقتي بالتصالح ده اكيد برضو مبسوط وللامانة الشديدة كان حقه جدا ان هو ياخد اي خطوة قانونية هتقولي بقى اصل برا الملعب اصل مفروض مش عارف لو اي حل فيفا مش عارف فيه كلام من ده في الاول في الاخر المنظر كان صعب فانتقدرش تلوق الشيبي على اي خطوة هو خدها في المحاكم ده رأيي ده رأيي الشخص يعني تمام بعيدا عن اللوايح وبعيدا عن القوانين وبعيدا عن كل هذي الامور اللي تنسوا عداء اوكي بس اكتر ناس سعيدة والله عظيم كلنا كل المتابعين كل المتابعين هنا بقى هنا بقى نقدر نقول فعلا راجل يا شيبي راجل يا شيبي ليه؟ لانه متسامح خلي بقى لك موضوع التسامح ده من السهل خصوصا ما تكون لقطة قدام العالم كله شافها كل الجمهور شافها صوت وصورة متزاعة في التفزيون ناس كلها شافتها الرجولة الحقيقية انك تقدر تتسامح لوجه الله انك تقدر تتنازل عن حقك ويعني ايه يعني تعدي الموضوع من اجل التسامح حتى لو بعد فترة طويلة المهم ان في الاخر التسامح حصل مهم ان في الاخر الصلحة حصل فهي دي الرجولة الحقيقية الرجولة ملهاش اي علاقة بان احفز لاعب او يعني اخليه يفضل واخد خطوات ليه علاقة ب ان الازمة تكون اكبر ومشكلة تكون اكبر وان القصة تتضخم بشكل اكتر من كده دي مش رجولة مش هو ده خالص الصح لكن الرجولة الحقيقية العفو عند المقدرة دي حاجة كبيرة اوى جماعة دي حاجة كبيرة اوي عفو الشيبي على حسين الشاحات دي حاجة تحسب لحسين الشاحات وهنا فعلا نقدر نقول للشيبي راجل يا شيبي هو فعلا راجل في موقف زي ده هو فعلا راجل في موقف زي ما قلتوا حاجة ما فيش اي حد يقدر في لقطة زي دي ان هو يتنازل عن حقه ده امر مؤكد ما تعرضوا لنا يا جماعة كده الفيديو صوت وصورة نعرف حتى نحاول نسمع بيقولوا ايه البعض لان بصراحة اللقطة مفرحة ومبهجة تعالوا نسمع ونشوف هو طبعا الشيبي واخد حكم على حسين الشاحات فممكن البعض يقول لك يا امير ده مش عفو كامل انا في اعتقادي الشخصي ان مجرد اللقطة دي ما حصلت بقى فيه تصالح وبالتالي حيكون فيه تنازل من الشيبي مؤكد يعني على المستوى الرسمي بقى على المستوى المحاكم بعد اللقطة دي واللقطة مش محتاجة ان مثلا كان فيه لقطة قبل كده بعد المطش مباشرة ان الاتنين بيصالحوا بعضه واحسين بيصالح الشيبي في الدفاع الجوي وكلام من ده وتاع وبعا كده القصة ضخامت اكتر والموضوع زاد بعد حتى ما كانوا تصالحه بعد المباراة والشيحات اعتزل للشيبي لكن اللقطة دي مختلفة اعتقد اعتقد ان الموضوع هيكون فيه عفو او هيكون فيه تنازل من الشيبي عن القضية بتاعت حسين الشيحات يعني في المحاكم واقل حاجة او مش اقل حاجة دي اهم حاجة ان مش هيكون فيه احتقان بعد كده ولا شد ولا جذب لان المطش اللي اتلعب بعد كده وتدخل الشيبي على حسين الشيحات كان ممكن يبطل حسين الشيحات كورة وكان الموضوع كان صعب جدا ده ناتج عن ايه الشحن الكبير ده ناتج على الشحن الكبير اول اللي كان ما بين الجماهير هتقول لي بيرامدز مالوش جماهير هقولك اوكي بس جماهير بمختلف انتماءاتها بتتفاعل مع اي حدث ده طبيعي سواء بالسلب او بالاجاب سواء بالسلب او بالاجاب فان شاء الله باذن الله القصة تنتهي بشكل رسمي ونهائي على مستوى المحاكم ما بين حسين الشيحات والشيبي واتمنى ان يعني اي مباراة مقبلة حتى برضو المباراة اللي حصل فيها تدخل من الشيبي على حسين الشيحات كان الشيبي تفادى مصفحة حسين الشيحات قبل بداية المباراة وخرج من المراصم بتاعت المصفحة بتاعت اللاعبين الفرقتين البعض والحكام وكلام من ده عشان ما يسلمش على حسين الشيحات دلوقتي اي مطش الاهلي وبيرامتز جاي حتلاقي الاتنين مش بيسلموا على بعض بس ده بيسلموا على بعضه بيحضنوا بعضه وحتلاقي الدنيا جميلة جدا وده المطلوب دايما لان في الاول في الاخر يا جماعة دي كورة دي رياضة وده اهم شيء اصدقائي وصلنا نهاية الفيديو وكتبيننا من هذا الفيديو كنا الاعجاب لكم اصدقائي شنبال لكم فهد السلح بين محمد الشيبي والحزين الشحات خلوية اراضي لكم اصدقائي في التعالي اقوم بكلكم حجي الازاز تلقوا في فيديو جديد موضوع جديد والسلام عليكم